طيب تأثيرات الضغط العصبي دي علينا إيه؟ يعني أنا بحس إنه فيه ناس ممكن تتعبر عن الضغط ده بشوية زعي فيه ناس تانية ممكن يأثر عليها بدنياً ضغطها نفس وهو اللي بيعلى بيوطى الحاجات دي كلها فزي ممكن يأثر علينا؟ حقيقة كتير جداً ده يعني ممكن نستردله حلقات بس هو ضغط عموماً درجات زي ما تقوليه كده فيه ضغط بيأثر عليها نفسياً وده الجزء الأولاني وده المسبب لجميع الضغوط الأخرى يعني إيه يعني يسبب لي أمراض زي كل الحاجة اللي بنسمع عنها من أول القوان العصبي وجع الضهر للضغط اللي هو العصبي اللي بيطلع وينزل كتير أو إن يجيلي تسقط في الشعر أو يجيلي مشكلة فرقابتي أو يجيلي دوخة مستمرة أو صداع مستمر كلها أوجاع نفس جسدية بتيجي من الضغط العصبي زي دينا لو عندي أي مشكلة مراضية الضغط العصبي بيزودها جداً يعني لو عندي مرض مزمن أو عندي مرض أنا بوردر لاين يعني يعني مستعد للمرض حعية جداً نسيجة ضغط العصبي نحن اشتركوا في القناة